أبو محمد يقول هل يجوز إزالة الشامة اللي في الوجه؟ أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة للشامة التي تكون في الوجه أو يسمونها حبة الخال هل يجوز إزالتها إذا كان الإنسان متأذي منها بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر بمعنى أنه لا بد أن يستشير طبيب أو أخصائي ويقول يعني هذه الشامة لو أزلتها مثلا هل يترتب على ذلك ضرر؟ هل ممكن كذا؟ يعني لا بد أعتقد بعض الأطبة يطلب يعني شعة على أساس يعرف عمق هذه الشامة ومدى خطورتها أو عدم خطورتها ولذلك الأصل أن الإنسان إذا أحب أن يزيل حبة الخال أو الشامة يسمونها يجوز له إذا رأى بأنها عيب مع أن الناس يدورون حبة الخال بعض الناس يبحث عن حبة الخال لكن بعض الشامات أو بعض حبة الخال هذا في مكان قد يكون يعني تمثل مثل العيب لبعض الناس عموما ما في بأس بهذا الشرط أنه لا يترتب عليك ضرر